شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقرة على ضرورة التركيز على التنمية الصناعية وقال سموه حان الوقت لإحداث تطور جذري في الصناعات الوطنية بشقيها الحديث والتقليدي وصولا إلى جعل السلاع الموسومة بالصنع في البحرين رائجة محليا وإقليميا لافتا سموه إلى تطلع الحكومة إلى إسهام أكبر من القطاع الخاص وذلك في مسيرة التطور الصناعي وترقية الصناعات التي تعتمد على المنتجات الوطنية بهدف تحقيق هدف الجميع بل اكتفاء ذاتي في العديد من الجوانب وقال سموه وفرنا المقومات التي تؤسس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتحقيق الاستفادة المثلة من جميع المنتجات الزراعية والحيوانية بالمملكة ونتطلع إلى مرحلة الإنتاج الذي يتجاوز الحدود المحلية إلى الإقليمية والعالمية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار مسؤولين بالمملكة وعدد من الفعاليات التجارية والصحفية والإعلامية حيث تبادل سموه التهاني مع الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد سائلين المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والمسرات كما رفع الحضور لسموه أسمى آيات التهاني والتبركات لتكريم سموه من الاتحاد الدولي للسلام والحب تقديرا وعرفانا لإسهامات سموه في مجال السلام والتسامح ودعم التعددية والتعايش مؤكدين أن هذا التكريم المستحق يعكس التقدير العالمي لإنجازات سموه ودوره في ترسيخ مكانة المملكة كبلد سلام وأمان واستقرار ينعم فيها الجميع بالتآلف والتعايش وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تشهد قفزات متتالية ومتسارعة في مختلف المجالات ونالت التقدير العالمي والمؤسسي في العديد من المحافل الدولية لإنجازاتها التنموية والسياسية والاقتصادية والحقوقية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التوجهات التي تصدر للوزراء بشأن تطوير الخدمات والوقوف على احتياجات المواطن وتحقيق تطلعاته تحظى بمتابعة شخصية من سموه لاهتمام سموه بأن يحصل المواطن على أفضل الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية ونوى سموه إلى أن العمل على ضمان كفاءة وكفاية جميع الخدمات والمرافق هو غاية كل جهد للحكومة كما قال سموه إن رضى المواطنين واجب علينا وتلبية احتياجات المواطنين وحل أي مشكلات تواجههم هي الأولوية التي لا يسبقها شيء في عمل الحكومة وجهدها من أجل راحة المواطنين وأكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين اجتازت بفضل الله كافة التحديات وأنها تنعم بالأمن والاستقرار وأن شعار المرحلة هو التركيز على مواصلة العمل في مسيرة التنمية بمختلف أبعادها كما جدد سموه التأكيد على حرصه على المتابع بصورة شخصية لكافة احتياجات المدن والقرى من المرافق والخدمات وأنه دائم التوجيه للوزراء والمسؤولين بالمتابعة الميدانية لكل ما يطرحه الأهالي من وتطلبات وشدد سموه على استمرار الحكومة في تطوير البنية التشريعية التي تدعم الاستثمار وتعزز من مكانة البحرين كوجهة استثمارية محببة للمستثمرين من داخل وخارج البحرين منوها سموه بالبعد الاستثماري ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح المجال أمام توفير فرص التدريب والتوظيف أمام المواطنين وخاطب سموه ورجال الأعمال قائلا لهم إنني أحب أن أسمع منكم وتطلباتكم ومقترحاتكم لتنويع الاقتصاد الوطني وإنني أشرف شخصيا على متابعة ما يقوم به الوزراء والمسؤولون للتأكد من تنفيذ ما يتم التوجيه بشأنه لتسهيل بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين دائما ما تحظى بالكفاءة والكوادر الوزراء الوطنية المتميزة وفي كافة المجالات وعلينا أن نعمل على الاستثمار في هذه الكوادر بالشكل الذي يعزز من السمع الطيبة التي اكتسبتها البحرين بين دول المنطقة في هذا المجال